ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انتو متزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيه يا برج الفيديو عليك حميمية انا مش نحاول ناخد كارت خالص لانو على ما يبدو فما قصة انا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا جريفة كما قلنا عندك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة زواجي اما شخص دي كانت تربتك بيه علاقة قوية اللي هي قوية شنوه علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عمضة فيما انجي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تحبك انت بالخيانة ينرجم يكون وانت تحبك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شايفة انه اكثر انه الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا واحدك بشيء وما وفيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادلا انا ناخذها انا شوف شنعم حاجه جديد بصفة المعالمة مش فالعاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكما قلت لك ممكن الشخص دي مش عكسي طريق وسحب منك تلبساء مثلا تخليك وحدك في الطريق تكمل وحدك انا طريق هذية ما عادش يساعدني مش طريقي امشي وحدك حاجة يعني حاجة من نوعه لي فما خياني وليد اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توأم الكثير منكم ممكن تكونوا توأم شوالا والشخص دي مش فاهم يعني قصك توأم الشوالا مش فاهم يعني شوه العلاقة بالضبط فهو الهارب وانتا المطارد عامة انا رجيفة فيه عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجه ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه يديبش نخليها الكروت هذية عامة عموما فيه كثير منكم ممكن قريبا تتزوجه يدرج الجدي ان شاء الله بالتوصيل خلينا نبدأوا نشوفه اولا انا حابة نأخذ ايضا بالكروت هذوم نشوفه الطاقة طاقتك انتا وطاقة الشريك انتا في طاقة الحمل الوديع تقريبا فم شبه بين القائدين الطاقتين على فكرة فم شبه الكوتشينا هذية كما مجموش نقراوها معقوسة متجيكن بالطريقة هذي او بالوجه هذي طيب انا نشوف انه برج الجديد في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش وقل وحدك شايفتت يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما عموما او بصفة نعامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش من عزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هم يعني دخلوك معهم في العلاقة او خليوك معهم في علاقة ولكن انت اللي تسحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حسن هو ممكن يكون شخصي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس بمتفيه اوكي وانا شوف انه عامدا عنده بعض يعني متألم او حزين فماشي ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نبدأ برج الجديد ونشوفو بالطارط بخول او الكارت وطلع لك على فكرة برج الحمل حتى في القدشينالية وطلع لك برج الحمل وهن قدمان واسرينالكابس وكارت برج الأسد القوة شوفي فيه اشخاص او فيه شخص يفكر فيكم في تاني هذي على الأغلب انت بطريقة روحية تفكيرك في الشخص هذي فيه روحانيات ممكن على فكرة على العلاقة معلقة منتهية يعني انا شايف فيه غموض ممكن انت فم حاجات كثيرة انت متعرفيش على شخص هذي او فم واحد فيكم خايف اوكي بالرغم انه فم حب وبالرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هذي حتى الكروت الاولانيين اللي نزلنيهم فيها كارت الطاقة الجنسية الشخص هذي على فكرة بيحس نحيتك بالفعل بطاقة جسدية بيحس انه انت تعبك معه وانه هو بالفعل يعني كما انت او كما الكروت قالونا انه فم خيئنا اوكي وعموما الحب موجود وانت على فكرة بتحب الشخص هذي يعني بتحس انه هو صلمات او طويل فريم وبتحس انه هو الحب الحقيقي اذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت متفكر فيه بها الشخص هذي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص هذي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص هذي اوكي اوكي وانت حاسس انه هو مخبض عليك حاجات وانه فم حاجات كثيرة مريبة انت مش فهمها وممكن كما قلنا تركك ومشير وانه اختفى فجأة يعني شوفوا اما اختفى فجأة اما هو اشفاء اما هو مثلا عش ما يقولو بيشي وما ايفيش به مثلا يقول ليحنا باش متزوج وانت بنيت احلام وبنيت امان مع اهالشخص هذي حمل ومرحل فانتو القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذية انو هو بيجي فجأة ويقولوا احنا بيختفي فجأة اوكي؟ وانتم على فكرة انا مش شايف انو انتم بتتكلمون ما فيش ثقة بينكم عموان انتو والشخص ليبا فهميش اطريبا ثقة بينكم طيب اوكي اوكي طيب انتم ممكن تكونوا علاقة تحيزيتك على فكرة ممكن تكونوا علاقة تحايزيتك بالفعل طيب اوه بشوف له انتو كسيش shadow ود inici وعملت حاجات معاه يعني مواقف مثلا ما تشغلتش عليه من الأول قبلته كيف ما هو يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهامة تمت القصة ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحب بإخلاص شخص دي شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من نحلة أخرى شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذية هو يعني متأكد انه هذية من طبعك انت الغموض اوكي وانت ايضا بتحس انه هو غالب والغموض هذية ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقول هيلك او مش حابب انه هو يدوشك بيها معاه مثلا فهمته القصة فهو بيشوف انه انت شخص مضحي غيرت له مثلا حياته ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة في التغيير هو في حد ذاته وساعدته على المستوى الروحي كثيرا فهمته فوجودك بصفة عامة في حياتي الشخص دي خلته يفهم ممكن اشياء ممكن انت تكون يساعدته مديا ايضا للبعض منكم ليس للناس الكل ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته خليت له شخص يعني ثابت يعني اخذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته كأنك يعني يعرفته شفته يعني انت ما يخذ الطاقة بالقمر بالضبط فمشاعر تجاهد مشاعر يعني نقولوا احنا ثابتة ممكن هو انا شايف ان هو حبب يرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص المناسب ولكن على فكرة ممكن تقول فما شيء اللي وقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه فما حاجة اخرى طيب اوكي اوكي شوفو اه الشخص اي شيف انه انت وهو المفروض ترتبط ولكن مش بالطريقة التقليدية يعني انكم مثلا تقعدوا مع بعض تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو ومساعدة لظروفك انت ممكن يكون متزوج الشخص دي لبعض منكم مش للجميع مثلا اه عليش لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيته وهو على فكرة متبسك بيك جدا وشايف انه انت ساعدته كثيرا في حياته وعلى فكرة هو سعيد جدا معك وفما ذكرياته ومحتفظ بيها بينه بالنفسه وسعيد جدا 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 بالعلاقة معك هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته قوله احنا مثلا كان عنده عادة سيئة مثلا انت دخين او ايا كانت العادة السيئة هذيه مش بالضرورة انت عادة دلكم فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذيه او او العادة السيئة هذيه اذا كنت مثلا ما ساعدتوش مديا مثلا ساعدته نفسيا على المستوى الروحي ايا كده فكأنه مثلا الشخص هذيه يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرا بصراحة اوكي طيب انت الممكن تكون متشاقم اوكي فاقد الامل في العلاقة او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كان يصدر منه وممكن تكون واخذ فكرة عن الحب من الطفولة ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص بالذات وممكن تكون حتى متأثر او يعني عن الحب وعن العلاقات بصفة عامة فكأنك يعني اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك مثلا ويلدك وعلقتوا بولدتك اصدقاء اقارب حتى جيرين مثلا فانت تقريبا اخذتك اكل الشيء اللي انت شفته وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة افهموا معي كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هيديكة يعني كأنك انت خبيت افكار مصابقة وكأنك عملت لها تنزيل وهنا هذي هي هذي هو الخطأ او هذي هي الحلقة المفقودة فيعني يشوف انه انت عندك فكرة ثابتة عن العلاقات اوكي والواضح انه انت بالفعل يعني اخذت فكرة وحابب يتطبقها الشخص الذي يحبك جدا وشايف انه ممكن انت حاطت قيود شوية اوكي ومتمسك ومشيتك متمسك باخلاقيات معينة في حياتك ولكن وممكن يكون حابب يقولك انه الزمن تغير انه مش بالضرورة انه على كل شيء فيما يخص تفكيرك انت فقط يعني مثلا انت احنا من نوعية الاشخاص مثلا بيتفرج كثيرا ومتأثر بالافلام مثلا الدراما المصرية القديمة فانت بتشوف انه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر والاحترام والعلاقة فانت تقريبا ما زلت مثلا اقوله احنا بتحاول انك العلاقة اللي تعيشها القصة الحب اللي تعيشها تكون بالطريقة هذيكة بديه مثال ومتقولوا ليش اميرة ومتحنا ليه وانا عليش نسكر التحليقاتي انه نلقى ناس مش فاهمة اصلا انا بعطي مثال فطبق انت لو مش نقطة هنا مش مناسبة ليك طبعا ومش انت لا انت بالعكس الشخص يعني فخلاص يعني مش مشكلة هعديها اوكي فكأنه يقولك يعني احمل حساب انه فيه ناس مختلفين عنك وانه انا مختلف عنك وانه انا بنحب اشياء ممكن انت لا تكونش تحبها يعني احترم الاختلاف اللي بيننا تمام خلاص الشخص ليه مش حابب انه انه انت او كيش نرشن نقول هذه انت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سلبية شويه مثال قلت له انت خين انت مش تتركني وتمشي انت مش حاسس معه بالامير مثالا فحابب فكرة انك تربته معك مثالا فتحب يعني يقولوا احنا مثلا تحب انت زوج رسمي يعني علاقة رسمية وفهمتو كفيش حقد وهو مش مستعد مثلا وشيف تقريبا اذا كان حبينا نقول الكلمة وتطلع صحيحة كأنك حابب انت تحط شروط او تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هدية يعني هو بيشوفك بصورة هندق الفكرة هدية يعني ممكن مش ضروري انت بتحبه مطمية زوجك رسمي ولكن هو شايفك بصورة هندية شايفك شوي تقليدي ممكن يعني بكل امانة تمام ممكن يكون شايفك شوي تقليدي طيب مازان منتذرك على فكرة حتى لو انتم منفصلين بيشوفك يعني حساس جدا 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 وانت شخص تعمل حوقات الانقبالك صعب السيطرة عليك صعب السيطرة عليك بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة انا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي ولكن عليش هو الشخص بيشيه في الامة وانت مختلف عنه اشوفوا عموما انا انا محب ان اخذ كارت من قروط او كارتين من قروط ملائك الحف ممكن يفسرنا شوية او يفسرنا العلق احب كان يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحف انو في بعض الاحيان ما يعطيونيش فكرة جاية الكامل solemت سمرة بدانا اعنى افجaaS ايش